بناء الشباب ضمانة المستقبل طموح تحرص على تبنيه وتطويره العتبة العباسية المقدسة من خلال برامجها ونشاطاتها إذ استقبلт شعبت العلاقات الجامعية والمدرسية فيها مجموعة من طلبة محافظة ذيّقار جامعة العين ضمن المرتقة الثقافي الإسبوعي لطلبت الجامعات ضمن المرتقة الثقافي الإسبوعي استقبلت شعبت العلاقات الجامعية والمدرسية طلبة من جامعة العين ومحافظة ذيقار ضمن الملتقى عدة محاضرات ثقافية وتوعية إضافة إلى جولات علمية وترفيهية الهدف من إقامة هذا الملتقى هو التركيز على فئة الشباب اللي هم عماد المستقبل والوطن الملتقى الذي استمر لمدة يومين تخلى له عدد من المحاضرات والورج التنموية والثقافية التي تصب في روافد زرع الثقة في نفوس الشباب والإشارة إلى الطريق الصحيح إذ ينبغي عليهم انتزاع الدور انتزاعا من خلال الاعتماد على النفس في خلق الفرص بمختلف أشكالها بالإضافة إلى أن الملتقى تضمن جولات علمية وترفيهية في مشاريع العتبة المقدسة ومؤسساتها المشاركة أولى من نوحة المربهة ما مارن قابل بيش مشاركات أو فعاليات غالبية الفعاليات اللي ناخذها بالمحافظة وبجامعة تخص اختصاصنا تقريباً أو مواد علمية فقط تجربة حلوة مختلفة عرفتنا على هواي شغلات عرفنا كانت عندنا هواي أسئلة حصلنا أجوبتها هناك الشكر الموصول إلى العتبة العباسية المقدسة لتقديم هذه البرامج والمحاضرات الثقافية والتنموية لاستفادوا منها من طلبة الجامعات وخصوصاً طلبة جامعة العين استفادوا كثير من الأمور يعني المحاضرات الثقافية كذلك أنه فرق بين المحاضرات اللي تم اعطاها بالجامعات أنه نلاحظ أنه أكو فرق بين المحاضرات الجامعية والمحاضرات اللي تنعطل الطلبة في العتبة أو في المشروع الخاص بالعتبة العباسية تحقيق التواصل العلمي والمعرفي والإنسان للطلبة الأكاديميين بمختلف اختصاصاتهم وتفعيل قدراتهم العلمية بما يخدموا البلد هذا ما عملت عليه العتبة العباسية المقدسة من خلال مشروع فتشة الكفيل الوطني الذي يتضمن فعاليات عديدة ومن بينها هذا الملتقى الذي تشرف عليه شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية